إقبال متزهيد على وجهة المغرب السياحية يتجاوز كل الانتظارات وكل الأهداف المسطرة فخلال النصف الأول من العام الجاري عبر أزيد من سبعة ملايين وأربعمائة ألف زائر الحدود المغربية مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بسنة 2023 وقفزة مهمة بنسبة 38% مقارنة بالعام 2019 وكانت الوجهة المغربية تنتظر بلوغ مليون سائح إضافية خلال عام 2024 بأكملها لتستقبل في الأخير تسعمائة ألف وتسعة آلاف سائح إضافية في ظرف ستة أشهر فقط وشهد شهر يونيو وصول عدد قياسي بلغ مليون وخمسمائة ألف سائح مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 ويبدو موسم الصيف واعدا بالقدر نفسها وتتأكد دينامية الانتعاش السياحي ببلوغ عائدات الأسفار بالعملة الصعبة في مايا الماضي مستوى قياسي قدره 9.4 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 11% مقارنة بمايا من عام 2023 وبحسب أرقام مسجدة لمرصد السياحة فإن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بلغ حوالي 10 ملايين ونصف المليون ليلى خلال شهور الخمسة الأولى من عام 2024 بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية كل هذه الأرقام القياسية تأتي لتؤكد مرة أخرى أن للمملكة جاذبية تجعلها وجهة سياحية دولية ترجمة نانسي قنقر